موسيقى أحد الأفراد كانت عنده الدنيا دنيا عريضة كانت عنده ولكن ما كان عنده ذرية الإمام الباقر صلوات الله عليه قال له إذا أردت الذرية فعليك بالاستغفار بهذه الطريقة إذا أصبحت وأمسيت سبعين مرة قل سبحان الله عشر مرات قل أستغفر الله تسع مرات قل سبحان الله مرة واحدة قل أستغفر الله يعني كم مرة تسعين مرة سبعين تسبيح عشر استغفار استغفار تسع تسبيح واحد استغفار تسعين إذا أصبحت وأمسيت بهذه الطريقة يعني هذه الأرقام التي تفتح أبواب السماء بنفس الطريقة المذكورة هذا مثل أرقام التلفون واحد خلي يضيف رقم إضافي في وسط الرقم المطلوب ما يفتح الخط فتح الخط إلى الله تعالى له طريقة معينة بهذه الطريقة سبعين تسبيح عشر استغفار تسع تسبيح ويختم باستغفار واحد يقول بدأ الرجل بهذا الشيء الذي علمه الإمام وما مضت فترة إلا ورزقه الله ذرية كثير أحد الرواة يقول أنا كانت لي ابنة عم أيضا ما كانت لها ذرية فعلمتها ذلك الله تعالي أعطاني ذرية وما علمتها أحدا إلا ورزقه الله الذرية الكثير هذه القضية مذكورة في نور إلا ورزقه الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة